أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي صناعة السيارات حاليا أولوية قصوى جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع مسؤول مجموعة القصراوي للسيارات لبحث فرص تصنيع المحلي والتصدير وخلال الاجتماع استجاب رئيس الوزراء لطلب محمد القصراوي رئيس مجلس إدارة مجموعة القصراوي للسيارات بتوفير قطعة أرض للمصنع الخاص بهم حيث لفت القصراوي إلى أنه من المستهدف تصنيع إحدى السيارات الجديدة مؤكدا أنه يستهدف إنتاج 23 ألف سيارة على مداري خمس سنوات منذ بدء الإنتاج